السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو ده هناخد Language Hints ملحظات لغوية وهناخد Skills Translation ترجمة وقعت تفاهمها كذا هنبدأ بصفحة 43 Language Hints اول ملحوظة معايا Verb plus Object فعل زائد مفعول به ثم Verb ING هنفهم يعنيه الكلام ده كله ناخد مثال الاول وليكن المثال ده عشان نفهم اكتر I don't mind يعني انا لا امانع يبقى كلمة mind معنى ايه؟ يمانع mind يعني يمانع لو جه بعدها مفعول به لازم فيه Verb ING بعدها فانا لا امانع انك تنظم اشي باول ملحوظة افعال تانية زي imagine يتخيل مثلا she can't imagine him لا تستطيع ان تتخيله not being her father انه ليس ابيها الفعل risk يعني يخاطر مفعول به the boy يخاطر بالولد losing interest in his study يبقى be cool كن ايه هادئا or you can risk the boy losing interest كن هادئا مسلا مدرس بيزعق لطفل بيعلمه كده فقوله كن هادئا وإلا انت كده هتخاطر بالولد يخسر اهتمامه او شغفه بالمذاكرة stop ممكن stop ييجي بعدها مفعول به بس هنترجمها يمنع فتساوي prevent بالزبط ماشي تساوي ايه prevent يبقى i stopped lean من ايه من اضرار او اتلاف hair toys اللعب بتعد الافعال دي يسي دي هي keep بمعنى يستمر فقط hate يقره dislike يقره not like لا يحب imagine يتخيل involve يتضمن mind يمانع prevent يعني يمنع وتساوي بالزبط stop remember بمعنى يتذكر risk بمعنى يخاطر come across بمعنى يقابل مصادفة عندك برضو stop object مفعول به ثم ايه ing المنحوظة التانية احنا دايما بناخدها كل سنة بناخدها wish would rather it's time بعدها ماضي بسيط او ماضي time طيب بص معي ماضي بسيط بعد wish لو تمني في المضارع حاجة مش بتحصل في المضارع I wish my father earned more money كده معناها بابا مش بيكسب فلوس كتير فهو بيتمنى ان بابا يكسب فلوس اكتر من كده واضحت يبقى اذا والدي لا يحصل على مال كافي واتمنى العكس يبقى اول ملحوظة جملة ماضي بسيط لازم تكون جملة جملة ماضي بسيط يعني فاعل زي my father ثم ماضي بسيط وتكملة بعد فاعل wish تعبر عن تمني شيء لا يحدث في الحاضر تمام كده طيب نفس الفكرة would rather would rather ممكن ترجمها اتمنى او افضل في عدم رضا في رفض لشيء برضو في المضارع يعني مثلا I'd rather you افضل انك didn't ask me to lend you money انك ما تطلبش مني فلوس وبالتالي انا مش عايز اسلفك فلوس ادي معناها يبقى لازم يكون في ماضي ايه بسيط عشان اتخيل موقف عكس الحاضر اتمنى شيء عكس الحاضر نفس الفكرة في it's time لما اقول it's time you returned يعني ايه يعني حان الوقت انك ترجع او ترجع هنا بقى عشان دبوك ترجع الكتاب للمكتبة اذا هو مش بيرجعه فانا بذكره بشيء او بلومه بشيء بس في المضارع في المضارع اذا الماضي بسيط يعني مضارع ماضي بسيط يعني عكس مضارع طيب لو في بقى تعبير زمن يدل على الماضي وبالتالي بتكلم عن عكس الماضي يبقى ساعتها ماضي تام يعني بص على المثال ده بيقول I'd rather you وفضل انك had finished انهيت تقريرك الجمعة الماضية في اشارة الماضة هو يبقى ماضي تام مش ايه مش ماضي بسيط امتى اثباته امتى نفي حسب المعنى طيب المنحوظة التالتة مهمة جدا جدا لما تلاقي to اللي هي t-o-o بعدها صفة او حال دي او دي صفة او حال ثم to المصدر هلترجم to الاولانية معناها جدا 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 اكثر من اللازم اكثر من اللازم هتفهم دلوقتي يعني اكثر من اللازم ثم الصفة دي او الحال ثم to هترجمها ترجمة غريبة شوي لدرجة اهي مكتوبة فوق لدرجة انه لا يستطيع يبقى d اللي هي t-o-o اللي قبل الصفة و t-o اللي هي لدرجة انه لا يستطيع يعني عندك to بس اللي هي t-o هتترجمها بالعرب لدرجة انه لا يستطيع طيب بص على المثال ده بيقولي أنا متعب جدا جدا أكثر من لازم لدرجة أني لا أستطيع أن أكتب المزيد الآن شفتوا بقى تو هتترجموها إيه طيب فتساوي تماما I am so tired بخلي بالك تو هكتبها لكم هنا تو أو أو تمام زائد صفة ثم تو ومصدر ممكن تساوي إيه ممكن تساوي يا سيدي سو تمام زائد صفة نفس الصفة دي ثم ذات وأي جملة معناها لا يستطيع في كتير جدا يعني able to isn't able to can't الحاجات دي كلها طيب بص معايا كده في المثال ده بيقول I am so tired أنا متعب جدا ذات لدرجة أن I can't write يعني من الآخر هنا اللي موجودة تحت ترجمة حرفي كل كلمة بنقولها بالعرب موجودة بالإنجلش لكن اللي فوق دي لا مش ترجمة حرفي مثال تاني هو قصير جدا أكثر من اللازم يعني الأسر هنا إيه صفة سلبية to play basketball لدرجة أنه مش هيقدر يلعب كرة سل طيب نخليها بقى بso يبقى so short that he isn't able to أو he can't عادلت ننصح الأفعال زي teach يعني يعلم و learn يتعلم و know يعني يعرف و show يعني يوضح وتل يخبر وهكذا ممكن تجيب بعدهم how to ثم المصدر و فيه ملحوظة مهمة عندك أفعال زي teach و learn تمام و هكذا في بعض الأفعال منهم ممكن تشيل how أصلا تقول to على طول من غير how هتقابلنا في الحال طيب بص على المثال عشان تفهم أكتر I don't know أنا لا أعرف what to do ماذا أفعل تقولي مستر حضرتك قلت how لا عادي أي كلمة استفهام ثم بعدها to على طول حسب المعنى حسب إيه المعنى يعني مثلا في المثال ده استخدمت ها وهو في الصفحة البعدها Mrs. Noha showed me how to draw a nice flower Mrs. Noha ورتني ازاي المعنى ازاي يعني كيف يبقى هاو طيب بص المثال التحت The shop owner صاحب المحل told me where to find قال لي أين أن أجد أين أجد يبقى هنا استخدمنا where عشان أين يعني الشاهد من موضوع الأفعال اللي احنا قلناها دي أي واحد منهم بعدها how to لو معناها ازاي where لو أين تمام وعندك كمان win ساعة win يعني متى win to what what to تمام كده يبقى أي واحدة منهم حسب حسب المعنى حسب إيه المعنى طيب عندنا في اللغة الإنجليزية بقى حاجة اسمها collective nouns هو بيترجمها لكتاب اسماء الجمع بس أنا بفضل أترجمها اسماء جمعية تمام بتجمع ناس أو جماعية ودي الأفضل اسماء جمعية أو جماعية يعني أسماء جمعية أو جماعية أو أسماء جمع هو اسم مفرد يدل على مجموعة أفراد أو أشياء يعني مثلا team فريق في أكثر من فرد داخله صح group مجموعة family class اللي هي فئة الأسر الأقارب وهكذا الأب والأم وهكذا في الأسر كله flock يعني قطيع staff هيئة عاملين crew طاقم طاقم سفينة أو طائرة couple زوج the government الحكومة gang عصابة وهكذا بيقولك أن الأسماء دية في صيغة المفرد رغم أنها مفردة team ما مقلتش teams تدل على جام فهمت الفكرة فيين لأن جواها أفراد ويمكن أن تأخذ فعل مفرد عندما نشير إلى معنها كوحدة إيه واحدة يبقى لو معنها وحدة واحدة يبقى فعل مفرد زي المثال ده my family is the most important thing in my life عيلة دي أكثر شيء مهم بالنسبة لي في الحياة بيتكلم عن عيلة عموما تمام يعني ككينونة واحدة زي ما نقول ولكن إيه الأعضاء يبقى ساعتها الفعل إيه جامع my family are happy أنا أصدق أعضاء الأسرة هنا سعداء كل واحد فيهم هي فيها جدال وخلاف لأن ساعات المعنى ما يكونش واضح ولكن لو المعنى واضح هتكون سهلة جدا مش واضح في الغالب مش أجيب لك الاتنين مع بعض فعل مفرد أو جامع ولكن فيه ملحوظة بقى أو فيه حتة مهمة لازم ساعتها تختار فعل جامع أو مفرد إمتى بقى سيدي بص معايا لو الإسم الجامع ده أو الأسماء الجامعية دي أو الجماعية بعدها ضمير وصل يدل على عاقل اللي هو في الغالب هو أو هوم هو أو هوم يبقى إجباري ساعتها تختار فعل جامع ماشي فعل جامع إجباري لكن لو ضمير الوصل ده which أو يدل على غير عاقل يبقى ساعتها على طول أنت مغمى تاخد فعل إيه مفرد يعني مثلا في المثال الأولاني ده the gang العصابة who robbed the bank اللي سرقت البنك أو سرقت البنك where ما قالش was لكن هنا ما قال which قال إيه ال was فعل مفرد يعني من آخر كده هو و هوم ضمير الوصل ده مع إسماء جامعية يبقى على طول فعل جامع ماشي لكن لو which يبقى الفعل إيه مفرد طيب حروف في الجر on و of مع on بص يا سيدي on مع on معناها لوحدك بمفردك أو بمفردها حسب إيه صفة الملكية الموجودة أبل on يعني on your own بمفردك on my own بمفردي لوحدي يعني on her own لوحدها و هكذا وتساوي بالضباي وضمير منعكس يدل على نفس إيه صفة الملكية يعني مثلا on your own هتبقى by yourself on my own on myself و هكذا وكل ده يساوي إيه alone كل ده معنى إيه بنفسه أو بمفرده أو دون مساعدة يعني مثلا maryum did her homework maryum عملت الواجب بتاحها تمام هي رأيه صفة الملكية هي يبقى ضمير المعاكس by herself صح أو نقولها on her own أو نقولها alone بمفردها لكن يا سيدي of تشير لإيه لملكية أشي يبقى of مع own تديك ملكية وبرضه ممكن تستخدم في النص مين صفات الملكية حسب المعنى I have a flat of my own يعني أنا معايا شقة بتاعتي لوحدي هتحس إنها مش ماشية بالعربي بس هي كده لما تلاقي of ثم صفة ملكية ثم on تترجمها إيه ملكه أو ملكي حسب صفة الملكية دي لكن لما تلاقي on هتترجمها بنفسه أو بمفردي ملحوظة start و begin سهلة جدا الطبيعي إن start و begin ممكن يجي بعدها to والمصدر أو ing ده الشكل الطبيعي يعني مثلا he began working بدأ العمل أو بدأ أن يعمل to work لكن في حالة واحدة فقط إجبارها يكون to المصدر لو start d أو begin فيها ing I was starting to do يبقى ثمان مرة لما تلاقي start فيها ing أو هي أو begin إجباري to المصدر إجباري to إيه والمصدر to المصدر ولكن لو ما فيش ing الوضع الطبيعي يبقى ساعدها براحتك to المصدر أو ing لتنين نفس المعنى بالظبط عندنا صيقة مشكورة جدا في لغة إنجليزية اسمها find it يجد الأمر هنا it معناها الأمر ماشي أو بنترجمها يجد من الكذا ثم صفة ثم تو المصدر يعني مثلا يجد من السهل أن من الصعب أن نستخدم الصفة دي حسب المعنى مثال I found it difficult وجدت الأمر صعبا أو وجدت من الصعوبة أو من الصعب أن وثم فعل المصدر سما finds it interesting سما تجد الأمر ممتعا أو تجد من الممتع أن تشاهد أو أن تشاهد programs about nature برامج عن الطبيعة ننتقل بقى الألس الألس اللي هي أيضا وآخر حسب مكانها في الجمهة لو جدت بعد كلمة استفان بتترجمها أيضا يعني مثلا نقول who else من أيضا where else أين أيضا اللي بنقولها بالعامية فين كمان تمام وهو else من كمان وهكذا وعندنا برضو what else وماذا أيضا صح وهكذا كلمة else لو جدت بعد someone anyone something anything اللي حاجات دي بنسميها صفات أو ضمائر غير محددة للنوع يعني مش بتعرفك ذكر ولا أنسة بتترجمها آخر يعني مثلا someone else شخص ما آخر نعم كده anything else أي شيء آخر ممكن else تيجي بعد or للتحذير ويجوز حسفها على فكر يعني ممكن أقول dear homework اعمل وقبك وإلا ستعاقب or you will be punished or else you will be punished وكمان في كلمة اسمها otherwise otherwise وإلا كله صح طيب ننتقل بقى ليه الحل على language hints رقم واحد I wish أي نقطة بورسعيد last week في عندك وشه بعدها جملة يبقى يا ماضي بسيط يا ماضي تام وهنا في إشارة ليه الماضي يبقى ماضي تام يبقى ماضي إيه تام طبعا المعنى أهم حاجة أتمنى إننا إيه رحت بورسعيد لسبوع اللي فات تمني عكس الماضي ماضي تام رقم اثنين it is the governor's responsibility إنها مسؤولية الحاكم he'd better consider consider من الأفعال اللي بعدها verb ing خد نتر من الأول معناها يفكر فيه فهو يفضل إنه يفكر في إيه consider verb ing يبقى organizing تنظيم رقم ثلاثة I'd rather he know the conference yesterday عندك would rather ثم بعدها جملة وفي إشارة للماضي يبقى على طول وإنت مغمض إيه تمني عكس الماضي أو تفضيل عكس الماضي يبقى ماضي تام ماضي إيه تام خلي بالك من إثبات والنفي يعني ممكن يكون عندك ماضي تام مثبت أو منفي بس المرة دي ما فيش إيه غير مثبت رقم أربع the team who won the champions league نقط being honored الفريق اللي فاز بدور أبطال أوروبا يكرم الآن طبعا ده مبني للمجهول مضارع مستمر طيب ركز كده معي the team who ضمير الوصل هو أو هوم يبقى فعل جمع فعل إيه جمع صح؟ مش قلنا كده مع الأفعال أو مع الأسماء الجمعية أفعال الجماعة collective nouns فعل جمع لو ضمير الوصل الذي يعود على هذا الاسم هو أو هوم لكن فعل مفرد لو which يبقى المرة دي فعل إيه مفرد وضحت طيب إذن في رقم أربعة هنحذف أي فعل مفرد محتاجين فعل جمع فنحذف A و B أفعال مفردة فضل R و Have ما فيش زمن اسمه Have Being Honored مش موجودة في الإنجليزي اختراع يعني خطأ له إذن في زمن اسمه Are Being Honored اللي هو مبني المجهول مضارع مستمر وبالتالي تحت هنحذف أي جمع ماشي العكس وقلنا ما فيش زمن اسمه Has أو Have Being Honored إذن إجابة تكون Is رقم ستة Where not did you go during your last holiday Also else to نايت رأتلاقي المعنى عايز فين كمان فين كمان اللي هي أين أيضا اللي هي Where else رقم سبع I came across a group of boys احنا اتفقنا من الأفعال زي come cross لو جه بعدها object مفعول به دائما بعدها verb ing عشي زي مثلا imagine زي ما قلنا والأفعال دي كله mind وكده فإذا محتاجين verb ing بقى swimming طب نتأكد من المعنى أنا قابلت مجموعة من الأولاد يسبحون في في الترع كنا تمانية رقاية find is not to understand maths رقاية تجد من الإيه أن تفهم رياضيات تفقنا لازم في صفة هنا find it ثم صفة يجد من الصفة دي يجد من الصعب hard تمشي hardly مش صفة أصلا دي حال معناها بالكاد ماشي طب hard دي صفة ولكن معناها شديد الاحتمال واحد بيتحمل جامد ماشي قوي يعني شديد الاحتمال أو قوي معناها مش لايق على الجملة رغم أنها صفة hardness دي أصلا ايه دي اس صح جد أو صعوبة مش عايزينها رقم تسعة أنا قمت بكل هذه الوظائف لوحدي بمفردي وبيأكد الكلام بيقول that's why عشان كده أنا متعب جدا ميت من التعب يبقى رقم عشرة my brother makes a lot of noise أخويا بيعمل كثير من الضوضاء so I want to have a room عشان كده عايز ايه غرفة ها فيه إشارة الملكية هي ما قلتش غرفة بمفردي حد يقول لي ما هي ماشية لا بس on my own معناها بعمل حاجة الوحدي بس أنا عايز غرفة lay الوحدي امتلاك هنا فيه امتلاك يبقى of يبقى فرق ما بينهم ممكن تترجمهم الانتين بمفرده ولكن وحدة بيعمل حاجة لوحده وحدة تانية يمتلك شيء لوحده يبقى of my own هنا فيه امتلاك في الموضوع ماشي رقم 11 there was too much noise كان فيه ضوضاء كثيرة جدا and he was starting not nervous وبدأ ايه يتوتر starting في ing هي يبقى اجباري تو المصدر فقط احنا قلنا start وbegin لو فيهم ing يبقى تو المصدر اجباري لكن لو ما فيش ing زي رقم 12 هو started يبقى تو المصدر أو ing جي فقط اذا نجابة تكون ايه a and b رقم 13 Mr. Muhammad taught me not english to speak how to speak what to speak هو عايز يقولي هنا ان Mr. Muhammad علمني ازاي يتكلم انجليزي احنا اتفقنا ان teach او learn ثم how to معناها يعلم كيفا ويقوز حزف how زي ما قلنا فاذا to speak صح من غير how أو how to speak what to speak المعنى مش لاي مش محتاجة المعنى هنا what to speak يعني ماذا اتحدث لا علمني ازاي اتكلم كيفا يبقى ما فيش وجود لوطعش المعنى اذا اجابة تكون a and b ننتقل بقى لقطعة الفهم an Egyptian teenager مراهقة مصرية has discovered an inexpensive way اكتشفت طريقة مش غالية تفهم كده to turn لتحويل plastic rubbish قمامة البلاستيك into fuel إلى وقود and it could be worth وتستحق millions ملايين of dollars من الدولارات أي في السنة عزة فياد's ideas إن أفكار عزة فياد attracted جذب the attention of انتباه the Egyptian petroleum لازم نكمل عشان ترجمة research institute يبقى كده institute معناها معهد أو مؤسسة يبقى معهد الأبحاث تمام للبترول المصري أو معهد أبحاث مصري للبترول the institute المعهد أو المؤسسة دي gave her access to a lab دت لها حق الوصول إلى مختبر اللاب هنا مش لابتوب لاب يعني laboratory اللي هو مختبر لكن اللابتوب L-A-P لكن دي laboratory L-A-B and its researchers وكمان حتى الجماعة الباحثين في المعمل ده in order to لكي help refine تساعد فيه تحسين تمام the trash to fuel formula هنا refine ممكن أقولها تكرير عارفين تكرير البترول يعني أعاد التدوير من الآخر كده trash القمامة وتحولها إلى صيغة وقود صيغة إيه وقود فياد discovered طبعا أصدو عزة فياد اكتشفت a cheap رخيص and plentiful هو متوفر catalyst عامل محفز اللي هو العامل اللي يساعد في التفاعلات الكيميائية وكده cold كان اسمه إيه aluminum silicate الالمونيوم تقريبا that reduces الذي يقلل the cost تكلفة of converting تحويل plastic waste البقايا أو النفايات البلاستيك into إلى gases غزات like methane and propane which can be turned into ethanol والذي يمكن تحويلهم إلى إيه إيه اثانول scientists called this سموا العمل دي biofuel الوقود العضوي because لأن the organic chemicals المواد الكيميائية العضوية from plastic polymers من المركبات الكيميائية البلاستيكية that she extracts التي تستخلصها are the same هما نفس المواد الكيميائية extracted المستخلصة أو المستخرجة from plants من النباتات to create ethanol biofuel لصنع أو خلق أو إنتاج بقى الوقود العضوي للإثانول the process releases العملية تطلق other chemicals مواد كيميائية أخرى يعني ينبعث منها يعني that can also be recycled التي يمكن إعادة تدويرها and sold وبيعها Egypt produces a million tons of plastic garbage every year مصر بتنتج ملايين من الأطنان من البلاستيك أو القمامة البلاستيك يعني كل عام كلمة garbage يعني قمامة it's estimated تقدر that يقدر بأن that فياد process عملية عزة فياد could convert تستطيع تحويل that much trash تلك الكمية الرهيبة من القمامة into fuel إلى وقود worth يعني يستحق أو أصده هنا يساوي ما يعادل 78 مليون دولار تمام كده 78 مليون دولار every year يعني توفر على مصر كتير جدا The European Union Contest كان في مسابقة اسمها مسابقة الاتحاد الأوروبي for young scientists للعلماء الشباب has already honored بالفعل كرمت فياد with a prize وديتها جائزة for her work لعمليها and she is now working on a patent براءة اختراع يعني patent أو patent لتنصح في النط for her trash to fuel project ليه القمامة تحويلها إلى إيه مشروع وقود ننتقل بقى للحل رقم واحد بيقول which of the following summarizes the second paragraph أي من الآتي يلخص البراغرافي التاني هنقرأ الأول الأربع اختيارات وبعد كده نرجع للبراغرافي التاني الاختيار ايه بيقول a great new discovery اكتشاف جديد عظيم الاختيار بي بيقول an Egyptian teenager مراهقة مصرية ركز قوي methane is a cheap gas الميثان ده غاز رخيص how to produce propane إزاي ننتج الايه البروبان البراغرافي التاني من أول هنا بيتكلم بيقول فياد discovered a cheap and plentiful catalyst ويبقى مين اللي الرخيص هنا العمل المحفز صح يبقى فيه واحدة محزوفة كده اللي هي كانت ايه من فاكر كان بيقول ان الميثان ده غاز رخيص لأ ومتكلمش عن الميثان النورخيص خالص تكلم عن العمل المحفز طيب هنا بيكمل يقول اسمه المادة المحفزة دي اللي هو من أو التي هنا تقلل ده كس تكلفة لتحويل بلاستيك إلى كذا وغازات مثل كذا يتم إنتاجها والكلام ده كله يبقى التركيز مش على إنتاج الغاز نفسه على العملية ككل وبالتالي الإجابة تكون ايه من الأعمل الأشمل هنا هامين شطر يقول اكتشاف ايه جديد وعظيم يبقى دي اللي تلخص بشكل كامل كده وعام البراغراف التاني لكن البقى أجزاء وسعت فيه معلومات خطأ رقم اثنين تين ايجر مراهق أو مراهقة تشير لمين عزة فياض الكلام كله عن عزة فياض رقم ثلاثة عزة فياض هي ايه طالبة قالك علماء شباب لسه بتدرس وكده طيب رقم أربعة فياض هو ساعدت في حل مشكلة ايه تضخم السكاني ولا التلوث التلوث بولوشن لكن هاوزن يعني اسكان ماشي ويه ايجيكيشن اللي هو التعليم خمسة العنوان المناسب بالقطع دي ايه تكلم عنه ربش الزبالة لا الزبالة كده مش عارفين هو الزبالة ايه بالضبط تحديدا هو قالك تحويل ايه تحويل القمامة الى غاز او وقود بدي ايه لا تدل على العنوان مش مناسبة خالص طب ريسايكلنج اعادة التدوير ايه اعادة تدوير القمام الى غاز يبقى سليمة هي دي الافضل رقم ستة عزة افكار عزة مفيدة لانها ايه من الصعب تطبيقها لا هو قالك في القطع يعني الخيصة وغرين مش معناها خضرة معناها صديقة للبيئة صديقة ايه للبيئة رقم سبع ايه اللي ممكن يحصل لو المزيد من الناس بيرموا قمامة يبقى هيزيد التلوث واضحة جدا التلوث سيزداد رقم تمانية كلمة garbage يمكن استبدالها بسيطة ايه احنا قلنا garbage يعني قمامة متل يعني معدن بلاستيك معروفة وبروسيس يعني عملية بكده اللي جابة تكون قمامة ننتقل بقى للترجمة رقم واحد using energy ان استخدام الطاقة needs يحتاج more thinking المزيد من التفكير about بشأن how to keep the environment clean عن كيفية الحفاظ على البيئة نظيفة the world weather الطقس العالمي ده is changing يتغير because of بسبب the bad use الاستخدام السيء of energy للطاقة الاختيار ايه بيقول يطلب استخدام الطاقة مزيد من التفكير عن كيفية الحفاظ على البيئة فالعالم يتغير بسبب استخدامنا السيء للطاقة هو يطلب غريبة شوية صح بس نمشيها يعني نشوف خطأ اوضح يطلب استخدام لا ممكن اقول يتطلب لان مشيها ازاي يتطلب استخدام الطاقة مزيد من التفكير يبقى دي اول غلطة وكمان هنا الكيفية الحفاظ على البيئة بس المفروض فالعالم يتغير هو ما قالش العالم قال ايه طقس العالم الطقس العالمي يبقى هنا فيه اخطاء واضحة جدا ماشي في بيبيو اللي يحتاج استخدام الطاقة الى مزيد من التفكير عن كيفية الحفاظ على نظافة البيئة مفهش اي مشكلة using energy needs يحتاجه ترجمة حرفي ومشي more thinking about how to keep the environment clean وقالك نظافة البيئة فطقس العالم يتغير قالك the world weather is changing صح بسبب because of الاستخدام السيء استخدامنا السيء the bad use of energy فاذا دي سليمة في c يطلب تاني برضو استخدام الطاقة بعض التفكير هو المزيد من التفكير more يعني مزيد من التفكير تمام كده طيب في d بيقول يحتاج استخدام الطاقة الى مزيد من التفكير تمام كده عن كيفية نظافة البيئة ماشي لغاية هنا ما فيش مشكلة صح فالعالم يتغير بسبب استخدام العالم يتغير لا تقس العالم اذا اجابة تكون اي تكون بي ننتقل بقى الرقم اتنين studies at the rest show تبين او تظهر that people ان الناس with more education بمزيد من التعليم live longer يعيشون اطول يعني بيتعلموا اكتر بيعيشوا اطول they get better jobs ويحصلون على الوظائف الافضل suffer less economic stress يعانون من ضغط اقتصادي اقل and tend to ويميلون لان to be more active ان يكونوا اكثر نشاطا الاختيار اي بيقول تشير الدراسات الى ان الاشخاص مع التعليم العالي يعني الاشخاص مع التعليم العالي اولا ما قالش تعليم عالي المور ايديكيشن مزيد من التعليم صح تعليم اكثر يعني وبالتالي هنا صياغ خاطئة جدا في بي بيقول تشير الدراسات الى ان او الدراسات الى ان الاشخاص الحاصلين على تعليم اكثر يعيشون حياة اطول صح studies show that people with more education live longer ويحصلون على وظائف افضل they get better jobs سليمة ويعانون من ضغوط اقتصادية اقل suffer less economic stress ويميلون الى and tend to ان يكونوا اكثر نشاطا be more active اذا دي سليمة في c تشير الدراسات الى ان الاشخاص الحاصلين على تعليم راقي دي او الغلطة الاكثر من الشراقي خالص في d تشير الدراسات الى ان الاشخاص الحاصلين على تعليم اكثر يعيشون حياة اطول سليمة غات هنا ويحصلون على وظائف افضل ويعانون من ضغوطات اقتصادية افضل لا دي اقل وبالتالي اجابة برضو هتبقى بي رقم واحد من عرب الانجليز بيقولك دائما كن طموحا حفز نفسك وحدد اهدافا واجتهد لكي تحققها في الحياة وعندما تنجح في تحقيق ما تصبو اليه حتما سوف تشعر بالسعادة بما انجزته الاختيار اي بيقول you must be content كلمة content معناها سعيد او راضي او قنوع بشيء تمام كده وبالتالي دي اول غلطة ماشي كده صح مش راضيا طيب نكمل بقى always please yourself دائما اسعد نفسك والحفز نفسك يبقى غلطة واضحة كمان set goals حدد اهدافك صح and strive to واجتهد وناضل to achieve them in life سليمة وناضل واجتهد لكي تحققها في الحياة when you succeed in achieving what you aspire to وعندما تنجح في تحقيق ما تصبو اليه aspire يعني تطمح اليه تتطلع اليه لتصبو اليه بالفصحة يعني you feel happy ستشعر ايه بالسعادة with what you have accomplished بما انجزته في بي always be ambitious كن دائما طموحا motivate yourself حفز نفسك set المهروض في كومة هنا set goals حدد اهدافك and strive to achieve them in life غيرت هنا سليمة الا الكومة ما ظنش عن الغلطة عشان الكومة اكيد في غلطة اوضح when you succeed in achieving what you hope to do ماشي تمشي برضو تأمل ان تفعله you will probably من المحتمل اه هنا في خطأ واضح ما قالش من المحتمل الحتما يعني في تأكيد في الموضوع لكن probably عكس المعنى ماشي طيب نكمل في c you must be ambitious يجب ان تكون طموحا صح always motivate yourself دائما تخفز نفسك set goals حدد اهدافك and strive to achieve them in the future اه في غلطة واضح هنا ما قالش في المستقبل هو قال ايه في الحياة تحقيقها في الحياة تمام كده طيب وكمان هنا في خطأ اوضح تاني فين يعني يفشل هو قال ايه تنجح تقريبا صح اه تنجح اذا ايه جاب هتكون دي طيب نتأكد كده always be ambitious لا بلاش دي always be ambitious دائما نكون ايه كن طموحا motivate yourself حفز نفسك set goals حدد الاهداف and strive to واكتهد وناضل to achieve them ان تحقق هذه الاهداف يعني in life في الحياة when you succeed عندما تنجح in achieving what you aspire to في تحقيق ما تصبق اليه او تطمح اليه you will a definitely بكل تأكيد اه بكل تأكيد هي حتما feel happy ستشعر بالسعادة with what you have accomplished بما حققته او انجزته رقم اثنين لا تتوقع نجاحا بدون صعوبات او سعادة بدون ألم او مكسبا بدون خسرة انما الحياة انها الحياة اقبلها او ارفضها لكن لتعيشها يجب ان تفهمها في ايه بيقول don't expect success لا تتوقع نجاحا without hardships دون صعوبات سليمة happiness او سعادة without pain دون ألم or winning او مكسب without loss دون خسارة it was life او الخطأ was life انها كانت الحياة وبيقول انها الحياة بيتكلم في المضارة طيب في بي بيقول don't expect success without hardships لا تتوقع نجاحا دون صعوبات happiness without pain سعادة دون ألم or winning without loss او مكسبا دون خسارة it's life انها الحياة صلحها هنا it's life take it يعني خذها or leave it او تركها يعني قبلها كما هي قبلها او رفضها but to leave it لكي تعيشها ولكن لكي تعيشها you should understand it يجب ان تفهمها يبقى دي سليمة في c don't expect success without hardships or happiness with pain او الخطأ واضح with pain يعني بألم هو بيقول بدون ألم يبقى without مش with ده عكس بعض تماما يبقى دي مع السلامة كده c خطأ وإحنا قلنا ايه خطأ في دي بيقول don't expect success without hardships لا تتوقع نجاحا دون صعوبات or happiness او سعادة without pain دون ألم and winning without loss لغاية هنا سليم it's life انها الحياة take it or leave it اقبلها او رفضها طبعا كده but to leave it ولكن لكي ايه لكي تعيشها you should ينبغي ان لغاية هنا سليم misunderstood اولا في خطأين misunderstand يعني يسيق فات زاد المفروض ان باعت شوت بيكون في مصدر هو جاب تصريف تاني فكده كده خطأ وبالتالي الاجابة هتكون بي ترجمة نانسي قنقر